السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أحبة في هذه الحلقة الجديدة ولازلنا مع كتاب لأنك الله سوف نتمم إن شاء الله في هذه الحلقة اسم الله الحفيظ فعلى بركة الله ومرحبا بكم يقول الكاتب كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه نتذكر فائدة مانع الانزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الأمان وننصى الله إذا صفعت الأمواج بعتوها السفينة وبلغت القلوب الحناجر من ذا الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الأمواج كان منظر من في السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثرا لا يملكون شيء حتى التفكير لا يستطيعونه الشيء الوحيد الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبت بأي شيء ثم لما انتقلت الكاميرات للخارج رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط الأمواج العاتية يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح إلى مخبتين الكل يلتجئ إلى الله ويعلن توبته نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصور من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام ويخرج منها أولئك الذين حولهم الخوف إلى أشباح يقول الكاتب تعرض الطائرة كنت أحد ركابها إلى مطبات هوائية شديدة لحدتها فقد استشعرت بدقة كبري جرم الطائرة وكيف أنها الآن في الجو تسبح فوق صحراء ممتدة شعرت بشيء فوق الخوف كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في الجو بقدرة الله ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعت فما سقطنا لأن الحافظ الله يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأجلك أنت يأمر الحفيد سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدر عليك كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من الملائكة الكرام حتى يصد عنك أي طلقة لم يشأ سبحانه أن تخسرق جسدك وأي سخرة لم يريد سبحانه أن تنهي حياتك بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤدي بشرتك تاهدت وبدهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة اغتيال الشيخ عائد القرني في الفلبين وكيف أن المجرم وجه إلى صدر الشيخ عائد ست رصاصات من مسافة متر تقريبا ولا حائل بين الطلقات والشيخ والقاتل يبدو أنه محسرف ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من أي مرافقه ثم يخرج الشيخ من تلك المحاولة الآثمة سليما معافا وأتذكر كيف أن طلقة واحدة ومن مسافة بعيدة أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون كانادي مع أن سيارته كانت تتحذك وحوله الحرس والجنود ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر الله وحسن نفسه بالأدعية هذه الحادثة درس متكامل بل كتاب من عدة أجزاء في معنى اسم الحفيد أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات كيف؟ في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف وشرايينك من الانسداد وعقلك من الجنون وكريتك من الفشل وأعسامك من التلف ورأسك من الصداع ومعدتك من القرحة وأمعاؤك من التهاب القلون وأعضاؤك من الشلل وعينك من العمى وسمعك من السمم ولسانك من الخرس كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظة التي تليها وهكذا فكم الحمد لله ينبغي أن نقولها في هذه اللحظة الواحدة إذا أوقفت سيارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيدي السراق فاستحفظها الحفظ فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ستعود بإذ الله وهم في أحسن حال لأنه الحفظ إذا ألجأتك الظروف أن تسرك شيئا ثمينا في مكان عام أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل اللهم احفظه وثق أن عين الله ستكرأه إلى أن تعود أربعة أصدقاء ذهبوا إلى مكان بعيد عن تبوك ستين كيلا اسمه نعمة ريث ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحا سائلين على أقدامهم إلى مكان يسمى الشق والشق هذا شرخ عظيم في قشرة الأرض الهبوط إليه مغامرة بل مجازفة بالحياة حبهم للمغامرة جعلهم ينزلون وصلوا إلى القاع في نصف ساعة تقريبا ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود إلى السطح تعلقوا بالصخور تزحلقت بهم الانحناءات الملساء تهشمت الطبقات الصحرية تحت أقدامهم عبروا من مكان ضيق لا تتسع إلا لأصابع الأقدام تعبوا تشققت أرجلهم أنهكوا تماما بلغ بهم العدش مبلغا عديما باختصار رأوا الموت كانت قلوبهم معلقة بالله كانوا متيقنين أن لا حافظ إلا الله يقول أحدهم وبشهادة البقية إنه دع الله بإلحاح وقد بلغ به العدش حتى تمني الموت حتى تمني الموت فإذا به وفي مكان لا يمكن أن يكون قد وطأته قدم إنسان في القريب على الأقل يرى قارورة ماء فلم يفرح بالماء الذي تقسمه مع رفاقه بل فرح بالله الذي كان معه في تلك اللحظة علم أن الله الذي أوجد تلك القارورة في تلك اللحظة سينقضهم في تلك الرحلة المميتة لم تعد القارورة في دهنه ترمز للنجاة من الموت بل ترمز لحفظ الحفيظ سبحانه وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجوهم سوداء وثيابهم مشققة والدماء تسيل من أرجلهم وإيمانهم بالله بحجم تلك الجبال التي أحاطت بهم صهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون ولإسم الحفيظ مع كل مخلوق قصة فهو لا يخلق خلقه ثم يسركهم بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحياة يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والأرنب ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء مثل وحيد القرن والجاموس ويحفظ بعضها بدخامة الجثة فتدكدك أعداءها بثقلها مثل الفيل والدب وبعدها يجعل سلاحها الذي يحفظها به سعق كهربائية تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر وبعد الكائنات حفظها بسموم تمكن في أجسادها كالثعابين والعقارين ويحفظ الحرباء يجعلها تستطيع أن تغير لونها عند الحاجة ويحفظ بعضها بالطيران وبعدها بالقدرة على المراوغة والبعض بالتسلق هذا شيء من حفظه ومن لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه أعدم وأكثر وأكبر إنه الحفيظ تبارك الله ذي الجلال والإكرام وإلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله مع تتم لسم الله الحفيظ والسلام عليكم